يمكن نهاردة عايزين نتكلم بشكل أكثر استفادة عشان كده عندنا الثلاث عشوات في الليلة واحدة مهرجان الدراما تفاصيل المهرجان ده عايزين نتكلم فيها حبة وعايزين نعرف مكانة المهرجان ده إيه والمكاسب اللي نقدر نحصدها من وراء هذا المهرجان هستأذن أبدأ الأول بدكتور أشرف مانا؟ طبعاً انت ساحب الفكرة مش ساحب الفكرة أولاً طبعاً يعني بشكر حيكة على هذي الاستدوصة وخاصة إنها يعني في أحضان استوديو مسبير وستوديو عشرة يعني أحنا في مسبير وفي استوديو عشرة يعني وأنا قاعد سرحت أنا كنت باجي الأستاذ محمود عبدالعزيزة الله أرحمه مرحباً وبيصور إيه هنا؟ الهجان الهجان نهاية تمانينيات مش كده؟ كنت باجي الأستاذ نورد برداش كان بيعمل مسلسلين في وقت واحد مرحباً اسمه صرخة بريق ومسلسل اسمه الطفان الحيطة دي لو تتكلم هتقول حاجات كتير قوي استوديو خمسة دا اللي في إينا كانوا بيعملوا فوزير بعملوا هو وهي الفوزير كنت هنا والفوزير هنا وأحيانا في استوديو خمسة هو وهي السندريلا كانت لها أوضة بتباد فيه شوف من هنا هزيها يا مصر هزيها يا ليودي الشرق لابدنا أن نقدرها إحنا كان عندنا معرجان كنا بنعملوا زمان بيعملوا اتحاد الإيزاء والتليفزيون نسبوت وكان هزا المعرجان حقيقة التسانيات صح فيه طبعاً لغاية لا لغاية ما بقول بدأ من التسانيات آآآ لغاية 2010 فالمعرجان ده كان أنا بعتبره بيت العيلة العيلة العربية كنا بنلتخي كلنا صح تلقي من كل اللجنة أنا كنت مساء عضو لجنة استرقى عضو لجنة معاك بقى من سوريا وبدأ أنا بدأ هنا احنا بكاد روحنا للمدينة بس الدورات الأولى كانت هنا كانت هنا